اشتركوا في القناة التي أقيمت تحت مظلة جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليف أن تجربة مملكة البحرين الشبابية باتت ثرية ونموذجا رائدا في المنطقة نظرا للإنجازات الكبيرة التي حققتها أو حققها أبناء مملكة البحرين على كافة الأصعدة وهو الأمر الذي تحقق بفضل توجيهات حظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي دائما ما يحرص على إيلاء مبادرات وبرامج تمكين الشباب أهمية مضاعفة وسط الدعم والاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وحرص سموه على تقديم المبادرات الحكومية التي تساهم في تطوير قدرات ومهارات الشباب بشكل مستمر باعتبارهم نواة المستقبل وأضاف السمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تحقيق وزارة شؤون الشباب والرياضة جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب عن برنامجها صناعة النخبة دليل واضح على تطور المبادرات والبرامج التي تقدم للشباب وتساهم في تمكينهم كما أن تركيز وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها لإشراك الشباب والاستثمار في طاقاتهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم كان له الأثر الكبير في الإنجازات التي حققتها الوزارة على كافة الأصعدة وتمكنت من بناء جيل من الشباب الواعد القادر على قيادة عجلة التنمية في مملكة البحرين وتعزيز سمعتها على الساحة الإقليمية والدولية وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تجربة مملكة البحرين في تمكين الشباب نجحت بامتياز وهذا ما أظهره برنامج صناعة النخبة الذي تمكن من اكتشاف مواطن القوة لدى الشباب البحريني وعمل على تقويتها وتمكين الشباب عبر برامج نوعية بارزة ساهمت في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها سعادة وزير الشؤون الشباب والرياضة وفريق العمل المشرف على برنامج صناعة النخبة والتي ساهمت في تأكيد مكانة مملكة البحرين وتجربتها الشبابية على المستوى العربي وأكيدا سموها على أهمية مواصلة وزارة الشؤون الشباب والرياضة مسيرتها في وضع الخطط والبرامج التي تساهم في تمكين الشباب البحريني وتحقيقهم لمختلف الإنجازات والبناء على ما تحقق للحركة الشبابية من مقتسبات كثيرة من جانبه أكد سعادة وزير الشؤون الشباب والرياضة أن تحقيق الوزارة لهذه الجائزة المرموقة على المستوى العربي هو نتاج حقيقي للدعم الكبير الذي تلقاه برامج تمكين الشباب من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كما أن هذه الجائزة تتوافق مع رؤية صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء والذي جعل مسألة تمكين الشباب ضمن أولويات العمل الحكومي ووفر لها الدعم والإمكانيات اللازمة وأشار سعادة السيد أيمد بن توفيق المؤيد أن وزارة شؤون الشباب والرياضة حرصت على ترجمة الاستراتيجية التي وضع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والرامية إلى تمكين الشباب البحريني والعمل على الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم عبر برامجة نوعية ومتخصصة تساهم في اكتشاف وسقل وإبراز المواهب وتقديم الشباب البحريني نموذجا فاعلا في عملية التنمية التي تشهدها المملكة مشيدا بمتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية واهتمام سموه ببرامج تمكين الشباب والارتقاء بها ترجمة نانسي قنقر